نبقى مع الخبر الصحي وبخصوص الإصابة بعدوى فيروس كورونا أوست وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم المعتمرين والحجاج المغاربة بالتقييد بالإرشادات الصحية وذلك باتباع النصائح والمعلومات الموضوعة رهن إشارتهم في المطويات التي تسلم إليهم في المطارات قبل مغادرتهم أرض الوطن وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتفاديا للإصابة بفيروس كورونا كما أكدت الوزارة عدم تسجيل أي حالة من العدوى بهذا الفيروس لحد الآن ببلادنا ولمزيد من التوضيحات معنا في الأستوديو وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي بروفيسور مرحبا بك سيد الوزير إذن الكثير يتحدث عن هذا الفيروس وهو فيروس كورونا بغينا كيف يمكننا نفسروه للناس بش يفهموا شنو هو هذا الفيروس هذا دي الكورونا أولا شكرنا على استضافها هي الفيروسات من نوع كورونا معروفة منذ القديم لا عن الإنسان ولا عن الحيوان وكانت كتعطي دايما مرض لتيمشي من الزكام العادي اللي تنشوفوه إلى يمكن يمشي أبعد من هذا لتنسميه نحن التهاب الحاد والخبيط للجهاز التنفسي ولكن الفصيلة الجديدة نوفو كورونا فيروس كورونا فيروس الجديد ولا المتجدد فهو إلى حدود صيف 2012 ما كانش معروف لا عن الإنسان ولا هو هذا اللي تنتنقش عليه اليوم تندكر عليه اليوم فهذا الفيروس أولا بان في الصيف 2012 في السعودية وفي دول الخليج ودول الشرق الأوسط ومن بعد مشاء العالم كله هذا الفيروس خطير وعنده ثلاثة مميزات أولا الأعراف دياله خطيرة وخيمة وحادة يعني كيفاش تيبدأ حسل واحدة تيبدأ بالسعال تتطلع عليه السخانة الحرارة ومن بعد ضيق في التنفس في النفس وصعوبة في التنفس لهذا الصعوبة ديال التنفس يمكن لها تمشي حتى التنفس الاصطناعي في قسم الإنعاش ومن بعد تتزد عليها القصور الكلوي الحاد اللي تقتل الإنسان هذه المميزة الأولى هذه الأعراض الخطيرة اللي تنهدها المميزة الثانية هو خطر مميزة تقتل لأنه لحد يوم إلى حدود سابعة من هذا المساء المنظمة العالمية هل تتقول حصاد الحالة المؤكدة 697 ماتوا منهم 210 ما يعني أنه 30% تيموتوا ماذا يعني هذا أنه مواطن على ثلاثة اللي قسوا هذا المرض تيموت يعني معرض لموت يعني مرض خطير جدا والناس اللي معرضين لموت أكثر خطار هما الأطفال القلم 12 سنة هما الأشخاص المسنين هما النساء الحوامل هما الناس اللي عندهم الأورام هما الناس اللي عندهم الأمراض المزمنة ولا نقص في المناع يعني بحال هذه الأمراض المزمنة بحال شاد الناس هذول اللي خصنا لن نتنجوله الأمراض المزمنة مثلا هي مرض سكري نعم ارتفاع الضغط الدموي نعم مرض القلب مرض القصور الكلوي مرض التنفس جا 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 الالتهاب التنفسي إلى خير هذه كلها أمراض اللي قاتل في هذا الفيروس كورونا الميزة الأخيرة وهي اللي أخطر أنه هاد الفيروس ما معروفش هاد المرض ما تنعرفوش ما تنعرفوش كيفش منينجا الأصل ديالو ما عندوش دوا ما عندوش مضادة حيو اللي غتقتله ما عندوش تلقيه ولهذا الاحتياط ثم الاحتياط نعم ولكن هاد المغاربة ده بللي كان اللي غديمشيو للحج ولا اللي غديمشيو العمرة قريبا يعني اللي كيمشيو يدوزو العمرة يمدير رمضان إلى غير ذلك فيهم مجموعة ديال الناس اللي من هاد من هاد الاشخاص كيكون عندهم أمراض مزمينة وكيلي ما تيكونش عارفة أو لا تيكون أنه يدخل في هاد المجموعة ديال إما كالمتقدم في السين أو لا صغير في السين أو لا عندو هاد الامراض هادو شنو كتبولوا لهاد الناس هادو بالضبط لا صحيح أولا خذينا تدابير نهار بدان هاد المرض بدين أبوحد دورية في شبتمبر سبتمبر 2012 نعم اللي رفعنا التأهم رفعنا المراقبة الوبائية في نقطة العبور الدخول إلى المملكة ثانيا وجدنا المعهد الوطني للصحة ليه ناشي وجدنا المعهد باستور باشي لا قد الله كانت عن شي حالي بعدنا سنديره لا تشخيص وهذا الشيء موجود في المغرب ثالثا وجدنا بعض الأقسام والمصالح إلا قد الله فين غايدين نأخذهم في المتشفيات هذه النقطة الأولى النقطة الثانية قلتها كين نصائح ومعلومات متويات لتتفرق مجانا كان كذلك أقنعة وقائية لتنفرقها بالمجان في المطارات المغاربة لينفعش في وقت الاستحاد وهذا كل ماسكات هذو كل ماسكات اللي تديرهم هنا باش تحاولوا يجنبوا ما أمكن هذا المرض كالنقطة أخرى هي هي واحد الرقم اقتصادي دلنا المغرب هو 08-01-047-47 الرقم الآن هو مبيا وانتما كتكلموا السيد الوزيرة هو مبيا على الشاشة هذا الرقم هذا لجم ديون هذا الرقم هذا أي واحد بغي يسول أكثر على كورونا فيروس على التدابير اللي يخصي هذا في الحج واش خصي يمشي واش ما يمشيش وباش يعرف وداب بالنسبة لهذا الأشخاص هادو دابا متنكين بجموعه ديون الأشخاص كيف قلنا انهم وما ما عارفينش بأنه رأى عنده مثلا أمراض موزمينة وأنه يمكنه يكون عرضة لا نجاي كلين هذين اللي بغيت النصيحة الأخيرة يا لسمحتي أولا اللي غيمشي الحج لا بده يخصيشه في طبيب ديالو كي المراكي الصحية مجان في وزارة الصحة وإلا ما بغاش يمشي الطبيب الخاص وإني لا بده يخصيش شنو عنده وكذلك من يغرع أرى خصو يمشي النصيحة اللي غن أعطي من هاد المنبر المغاربة خاصة هاد المغاربة اللي ما غيرتشكون عندهم استعداد بدني نعم هاد الناس اللي عندهم أطفال اللي مسنين نساء الحوامل الأمراض الموزمينة اللي عندهم الكونسي الأورام إلى آخره هاد الناس من الأحسن أنهم من الجنو العمراء ديالهم من الأحسن يا جنو الحج ديالهم لإنما نذكره أراه واحد على ثلاثة اللحف ذي لقصوا هاد المرض أراه تيموت وحدنا هاد المرض هاد كيف قلتو سيد الوزيرة ما عنده لا دواء ما عنده لا لما كان شي فاكسا ولا شي تلقيح اللي غديم كله يواجه ولهذا احنا مستعدين كان هاد الرقم الاقتصادي أي مواطن نحن مستعدين نعطيهم المعلومات 24 ساعة على 24 ساعة وذكر أن من الأحسن هاد الفئة ديال الناس يأجلوا الحج ديالهم والعمرة ديالهم سيد الوزير البروفيسور الحسين الوردي وزير الصحة شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وهاته التوضيحات شكرا